السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابع الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الحلقة او في هذا الفيديو اللي كانت منيار بصحة وحفية و احوال تامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر المستجدات اول حاجة نبدأ بها اطلاق صراح وكالين رمضان في مقهة بالدار البيضاء و بالفعل سلطات المغربية افرجت على جميع الموقفين لبلغ 50 شخص و تم المتابعة في حالة صراحة و كذلك سوف نتلقوا او سوف نتكلموا على العمام ابو ضحكي جنان و في الاخير سوف نتكلموا القوة الضاربة بلاد البترول والغاز القوة الاقليمية بافريقيا والتي تأخذ مساعدات من تركيا اهل الجزائريين يأخذوا مساعدات من تركيا بقوة معي الاخوان تفاصيل هذا الموضوع دائما لايك والبرتاج لهذا الفيديو و كذلك الاشتراك بطبيعة الحال الى اعجبكم المحتوى و فضلا و ليس امرا و قد نبدأ بمفترين رمضان جهرا و الحملة الامنية لتلقت واحد الاشادة وسيعة من طرف المغاربة عبر مواقع تواصل اجتماعي هذا تدخل امني انه اعاد الاعتبار للشعور الجماعي للمغاربة المسلمين و اللي حسب استفزاز كبير من طرف الموقفين و هما كيفترو في رمضان جهرا و في النهار امام الملاء و كاملين كنعرفوا ما يمكنش المواطن محافظ مغربي يشوف هذه الاستفزازات و يبقى ساكت و خاصة نكونوا محتزين بالامن و دائما كيتبت لنا و دائما كيتبت الاستجابة و نداءات المواطنين و يتفاعل مع مطالبهم بسرعة كبيرة و البرحة الاخوان لعديد السائل على اجتم الاعفاء و اطلاق الصراح بالتهمة الافطار العلني و هنا خاصة بطباعة الحال نعرف ما هو القانون الذي يمنع الافطار العلني خلال شهر رمضان الكريم و الذي تم الاعتقال هذه المجموعة أزيد من خمسين شخص و اول يدر هذا القانون نص هذا القانون هو الاستحمال الفرنسي و انا داك مجهة ضد المغاربة لان المغاربة كانوا يصوموا و مجهة ضد المستعمرين الاجانب المقيمين بالمغرب و هذا الشي باش ميتمشي الاستفزاز الاهالي المغربية خلال شهر رمضان شهر الصيام الكريم بحيث قرر المقيم العسكري الفرنسي الجنرال اليوطي تطبيق هذا القانون بحيث ما كانش بإمكان سلطة الفرنسية توفير كامل الحماية الفرنسية على كل أراضي المغربية و هناك المستعمرين يعني كيلتزموا طيلة شهر رمضان باحترام المغاربة كي يأكلوا و يشربوا حتى التدخيم في المنازل و هذا الشي بطبيعة الحال لتجنب غضب المغاربة و بقى هذا القانون يعني مورى أو يعني حتى من بعد الاستقلال و الهدف من هذا القانون راه ماشي تضييق على الحرية الدنيا لأن الصوم هو شريعة دنيا كتخص المخلوق بخالقه ولكن لسبب أمني كيهم أمن واستقرار للمجتمع المغربي و هذا القانون وضع لحماية من يريدون الإجهار بالإفطر و ماشي تضييق عليهم اللي بغي يفطر وهو مسلم يعني اللي يبغى يدير اللي يبغى لكن في المنزل دياله و ليس في الشارع العام و إحنا راحنا في المملكة المغربية الشريفة ماشي راحنا في أمريكان ولا راحنا في شي دولة أوروبية أو دولة مسيحية إحنا في دولة مسلمة كيفضلوا شهر رمضان الكريم و ما كيبغيوش أو ما كيقبلوش بنتهم يعني بنتهم و ده بغدين مروا الموضوع آخر و غدين تكلموا على الجارة الشرقية غنطلع مامر الإخوان خرج بواحدة تغريدة اللي كيقول فيها باللي تحاور مع النظر دياله الهولندي أي مع وزير الخارجي للهولندي حول مواضيع عدة يعني تكلموا على أوكرانيا تكلموا على فلسطين و تكلموا على الصحراء المغربية و أكيد يعني في الحوارات ديالهم و بش التغريدة ديالهم ضروري خاصة تكون الصحراء المغربية و لكن هاد الناس الإخوان كيحاولوا أنهم يكدبوا و لكن في نفس الوقت يعني الكتبه كتر تقع لهم هنا غدي خرج وزير الخارجي الهولندي حتى هو و غدي خرج حتى هو و غدي خروج حتى هو و غدي خرج حتى هو و غدي خرج حتى هو و غد يفتح بها أبو ضحكا جنان غدي خارجها غدي خرج ح أرب الخارجية الجزائري فقط حول وقف حرب روسيا فقط سؤال هاد الناس اللي كيكتبوا وكتلقوا عليهم الكتو هاد الكابرانات فيما يمشي يعني لأي بلسة او يديروا شي حوار خاصهم ضروري ضروري يدخلوا قضية الصحراء المغربية وخاما تكونش في جدول دي الأعمال دي لهم وخاما تكونش في الحوار ولكن في التغريدات خاصهم يجبدوا القضية الصحراء المغربية ولكن نحن يفهمون هاد العمامرة على جدال هاد الشيء لانا العمامرة حسب الخطر جاي ليه بسبب ان قصر المراد يعني بغين يخرجه بغين يطلطه بغين يهز الحقيبة دياله لانا ما حقق حتى انتصار بحال اللي يقبل منه وبغى بطبيعة الحال يخرج به هاد التغريدة باش يبيض في وجهه مع الكابرانات وفي نفس الموضوع هلاش هاد يعني العمامرة او رمضان العمامرة ما يجبدوا القضية دي الجمهورية القبائل المحتلة للرئيس دياله رهطار باللجوء في فرنسا إذا كنت تذكروا الإخوان يعني هذه غير واحد المدة قصيرة بالجزائر او الكابرانات صفتور بعدي الطائرات عسكرية محملة بالمواد الغذائية والمساعدات الغذائية للبوليزاريو هنا يا الاخوان اللي كتلاحظوا معي فالصورة واحد المنظمة تيكا اللي كيقولها تيكا هي منظمة توركيا تضامنية كتساعد الدول اللي ما عندهم شده منظمة كتهاون الدول اللي كتعاني الفقر كتعاني الجوع كتعاني الحروب ويعني بحال بورما بحال سوريا وكتساعد يعني بزاف للدول الإفريقية اللي كتعيش الفقر بحال السودان الصومن وإلى غالية ذلك يعني هاد منظمة الإخوان منظمة يعني كتدير الخير منظمة كتساعد منظمة يعني جيدة والعمل لها يعني جيد جدا ولكن الموضوع اللي بغينا نتكلم فيه اليوم الإخوان هو أن هاد الموضمة اللي هي منظمة كتعاون دول فقرة ماشي كتعاون دول اللي عندها الغاز دول البترولية دول اللي عندها أو اللي كتقول عليها بلي هي دولة ضاربة قوة إقليمية كما خرج مؤخرا عبد المجيدو كيقول بلي الجزائر هي أقوى دولة في الجزائر أو الجزائر العظمى هنا إخواني أخواتي هاد المنظمة اللي هي منظمة الدكا التضامنية التركية شنو درت الإخوان كتصفت مساعدات للجزائر أو للشعب الجزائري اللي بلاده غنية بالتروات غنية بالبترول بالغاز وكما كيقول عليهم الرئيس ديلهم بلي هما دقوة ضاربة الجزائر العظمى هاد المنظمة الإخوان تركيا كتساعدهم وكتصفت لهم أو يعني صفتت مواد غدائية لخمسمائة أشترى جزائرية بحيث أو في مقابل أن النظام العسكري الجزائري الفاشي اللي كينهب أموال وتروات الشعب الجزائري صفت أو كيصفت يعني كل مرة صفت ربعا ديال طائرات عسكرية محملة للبوليزاريو في مواد الغدائية المواد الغدائية اللي كيقس فيها الشعب الجزائري يوم كامل في الطوابير من أجل شكرة ديال حليب أو من أجل إطرو ديال الزيت هنا يا الاخوان الموضوع ديالنا هو كيفاش أن عبد المجيد كيقول بلي الجزائر العظمى كيقول بلي حنا القوة الضاربة حنا القوة الإقليمية وكيشد مساعدات من دولة أو مساعدات من منظمة تيكا التركيا ولكن الإخوان اللي جينا نتكل موغدين عرفوا بلي تركيا بطبيعة الحال خاصة تعاون الأحفاظ ديلها مهم الإخوان تحية لكم كبيرة تحية المغرب الأحرار تحية المغرب أينما كانوا داخل الوطن وخارجه دمتم في رعاية الله شكرا الحسن المتابعة شكرا للدعم ديالكم المتواصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته